مصرحية هزلية أم خلافات؟ حالة لا تفسير لها حدثت بين اتجاهات الرئيس الأمريكي جو بايدن واقتراحات إنهاء الصراع في قطاع غزة ورد فعل رئيس الوزراء بن يمين ناتنياهو فبعد دقائق من تبني بايدن مقترح وصف بأنه إسرائيلي بمراحله الثلاث لإنهاء الحرب في غزة تضاربت التصريحات من قلب إسرائيل حول قبوله أو رفضه في البداية أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن تفاصيل إعلان بايدن للمقترح هي نفس الخطوط العريضة التي وافق عليها ناتنياهو وشددت على أنها في الواقع خطة إسرائيلية أمريكية لإنهاء الحرب بل وجزء من مناقشات مجلس الحرب الإسرائيلية لكن تصريحات مكتب ناتنياهو كانت متضاربة فقال إن الحكومة الإسرائيلية أذنت للمفاوضين بتقديم مقترح هدنة في غزة بعد إعلان بايدن مؤكداً توافقها مع رغبتها في إعادة المحتجزين وكانت تناقض بالتجديد على أن ناتنياهو يصر على مواصلة الحرب حتى تحقق أهدافها وأهمها عودة المحتجزين والقضاء على حماس وفي سبيل ذلك زعم المكتب أن رئيس الوزراء فوض فريق التفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هذه الأهداف فيبدو أن ناتنياهو أرد أن يرضي جميع الأطراف فأكد أنه يوافق بايدن لإطلاق صراح المحتجزين نقطة ضعفه والسبب الأساسي في احتجاجات كبيرة في إسرائيل لكنه سيواصل الحرب وهو ما يخالف المقترح الذي تبناه بايدن كما أطلق مسؤولون إسرائيليون تصريحات متناقضة بعدما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن بايدن لا يفهم الواقع وخطابه ضعيف ويمثل انتصاراً لحماس رد الفعل الإسرائيلي ربما دليل على عدم اتفاق واشنطن وتل أبيب وربما يريد تشتيت الانتباه عن رغبة ناتنياهو في مواصلة الحرب التي تطيل عمر حكومته ترجمة نانسي قنقر